السلام عليكم وأسعد الله وقاتكم كل خير وصحة وسلامة ومن نصف طريق بين الرياض والكويت على طريق العيرية تقريبا في نصف طريق هذه المحاولة الثانية إن شاء الله نروح للكويت وصراحة أنه كان يبيلها شوية شغل عن طريق الموقع عبشر بس الأمور الحمد لله نقدر نقول طيبة الجو الآن خرافي عشر أكتوبر درجة الحرارة تقريبا 21 ساعة خمس ونصف الفجر ما أحكيكم صراحة الجو خيال المنطقة هذه اللي وراي أعتقد يسمونها حنيذ ما أدري يمكن يكون غلطان في الأسم صح حولي تحت إذا كان لصم غلط حنيذ مكان صغير وأتوقع أنهم سموها إنها نازلة بتشوفون نازلة شوي فشكلها في الصيف أذكر جيت هنا في الصيف بزمان كانت درجة الحرارة تقريبا 56 حوالها وحواليها هندخل لأنها في شوية هوا أحب أقول لكم من الإجراءات اللي تحتاجها عشان تسافر حاليا في أزمة كورونا إذا تريد تروح الكويت أه تروح عن طريق أه أبشر طبعا مو بيع الجوال لازم تروح عن طريق الموقع ممكن تدخل في الجوال بس عن طريق البراوزر سواء كان السفاري ولا الكروم أه تدخل وبعدين تطلب الجوازات بعدين أه مركز الرسال والوثاق والطلبات بعدين تختار أه الجوازات بعدين تختار وزارة الداخلية بعدين هنا يبدأ ليش تجهيز الأوراق قبل ما تدخل حاول أنك تجيب أول شي البطائق المدنية الكويتية حاول أنك تجيب إثبات سكن وإذا كان العقد قديم حاول أنك تجيب الوصل الدفع يكون جديد مثلا نحن في كتوبر فأفترض أنك تجيب سبتمبر أوغست مهم أنك تجيب إذا عيالك مثلا أو أولادك واصلهم مراحلة المدارس فلازم أنك تجيب أوراق من المدرسة وتوثقها من وزارة التعليم في الكويت أو من السفارة في الكويت السعودية في الكويت إذا في أحد يشتغل في الكويت لازم أنك تجيب إثبات أنه يشتغل في الكويت وتكون يعني موثقة وتكون أوراق كلها رسمية وتحطها كلها في ملف واحد ولازم الملف أن يكون أقل حجمة أقل من واحد ميجا هذا برضو شي صعب لازم أنك تضغط كل الملفات تدرجهم في ملف واحد بعدين تجمحهم تحطهم في ملف واحد ويكون أقل من واحد ميجا تنفقهم وتبدأ تدعي يعني أنا سويت أول طلب ما كانت كاملة أخذت أبو أربع أيام سويت الطلب الثاني أخذ تقريبا يومين سويت الطلب الثالث تقريبا أخذ لأبو أربع أيام خمسة أيام مع الويكند آخر طلب كان فيه كل البيانات كاملة ما أعتقد أنه أخذ يمكن ولا نص يوم فأنتوا حظك تخلص تروح تسوي فحص كورونا في مستشفى خاص أنا سويته في الحبيب ويأخذ حسب كلامهم أنه خلال ثمان ساعات يكون جاهز تأخذ البرنت وتطبع الموافقة اللي جات عن طريق الأبشر وتتوكل على الله على حدود الكويت طبعا الحدود هتكلم من جهة السعودية تفتح الساعة تسعة الصباح إلى ساعة الظهر الثنتين الظهر هذا كلامهم لي قبل سبوعين أنا جايهم اليوم وخلنا نشوف إيش اللي ممكن يصير إن شاء الله خير أعتقد أنها تفتح نفس الشيء من تسعة لاثنتين ونوافيكم بالأخبار إن شاء الله لما نوصل نحن هناك بإذن الله تعالى نشوف الجو روايك وهي درجة الحرارة واحد وعشرين نشوفها تحت والأمور طيبة بس أهم شي دعواتكم من الأمور ناتمشى على خير فننوريكم الشروق ما شاء الله ولا أحلى من الصبح بل الشروق خصوصا في الأجوال اللي فيها برات روعة تسوي لك الفطور زين وهذه القهوة لا تي القهوة عربي لا تي كابتشين والمهم أنك تسوي لك شي تستمتع بالصباح رابي تشوفون الروت 66 بس حق السعودي شبائق فيها الطريق بتحس ودي كن معك 911 تيربو اس ولا جيت توارس ولا يبيلها بايك ما شاء الله صراحة الطريق يفتح النفس خصوصا ما في ولا شي لا يمين ولا يسار صحراء تخيلوا هذا بنص الصحراء ما شاء الله هذا البلدية فعلا اللي تستاهل شوفوا هالخضار وهالممشى نفس الشي على يسار صراحة بدعتوا الله أعطيكم العافية وهذا النعيرية اللي تعتبر مفترق الطرق يمين يسار يمكن نشوف بعد شوي اللوحات شوفيه هناك يسار بعيد شوي سلسلة الجبال شوفيه هناك يمين الدمام يصار حفر الباطن قدام مصد ومدينة وهذا ساهر ثم نشوفه لسا الحمد لله الأمور طيبة وهذا الشوارع من الكبد العزيز من الكفيصل والعريا ترحب بكم هذه البلدية ما شاء الله من بدري قاعد يسقون الشجر الساعي كم ولكن ما جاءت سبع سبع إلى ربع شوفها الدوار ما شاء الله مخضر الشارع ما شاء الله كله شجر يمين ويسار وحركات اليطاء هناك نشوف الرشاشات وألعاب أطفال اللهي الماشاء الله العديم بصراحة عالم قاعد تشتغل بصراحة تطورت بشكل كبير يعني لو بقارنها قبل 10 سنين أو 15 سنة خلنا نزودها شوي نذكر أن أول مرة جيت عن عرية ممكن 2005 بصراحة تحولت من قرية ونشوفها الآن مدينة وإذا ماني غلطان أعتقد الشركة اللي مسكت الصرف الصحي عزكم الله في عرية إذا ماني غلطان أن صديق الطفولة وصديق الدراسة وصديق العمر ما أدري إذا يشوفني ولا لا فإذا أنك تشوفني الله يمسيك وصبحك بالخير حفر الباطن تنزل يميا من هنا الدمام ومن هنا القريات وحفر الباطن وهذا الطريق لما جيت يمكن بال2005 كان طريق واحد رايح جاي ويمكن ما فيه متر أي متر يمكن ما فيه ربع متر ما يكون فيه حفرة فاعلان هين مستوج هذا التقاطع الطريق مع هذا الطريق الدمام وهذا طريق الخفجي وهذا اللي قدام طريق الخفجي القديم ما شاء الله أشوفوا هالدوار أو الميدان كبير ولكن أذكر كان فيه قصة في الطريق هذا لما كانوا يسوونه قبل ما اتبعوا قبل 10 سنين أو أكثر يمكن أكثر ولا يمكن قبل 15 سنة وهم ما شغالون على الطريق الجديد هذا الطريق الجديد بينما اللي وراء راح يكون الطريق الخفجي القديم ما لكن في الطويلة كان فيه محطة بنزين في نص الطريق كانت مسك للخط والظاهر ما اتفقوا مع صاحب محطة البنزين على سعر أو على تعويض معين اضطروا أن ينتظرون فترة طويلة درجة أن الطريق أنه جلس مسكر يعني جاهز من قبل من طب الجهة هذه وجاهز من بعد طبعا المكرافون مكرافون الكاميرا بيطلع كل الأشوات وجاهز من بعد المحطة فكانت الناس توصل عند المحطة بعدين تطلع بر تطعيس عشان توصل بالطريق الجديد أولها تصل كالطريق القديم اللي كان رايح جاي وكان جدا سيء والموضوع أخذ فترة يعني أخذ إذا ماني غلطان يمكن أخذ أكثر من أكثر من سنة ليما في الأخير اتفقوا وشال المحطة في ويكند يمكن وضبطوا الطريق ولكن الطريق للأسف إنه جدا سيء التنفيذ فيه جدا سيء صوى الصيانة مئة مرة ولكن كلها حفظ كشفتوا قبل شيء كيف مكسر هذا الخفجي ما شاء الله وشال حركات هذا الجسر جديد يودي من الجنة هذي يودي الرياض بس طريق خبري فيه سيء مع أنه يختص عليك تقريبا مئتين كيلو الحمد لله وصلنا للحدود وهذا الساعة ثمان تقريبا 12-13 دقيقة إن شاء الله ما يكون في زحمة والحدود تفتح الساعة التسع يعني ننتظرهم شوي طبعا الدخول في الفترة هذي عن طريق الخفجي فقط لا غير أعتقد الرقعي مسكر طبعا حسب الكلام اللي سمعته الله أعلم أنا ما حبيت أجازف فأجيت عن طريق الخفجي والله في مجموعة سيارات ما شاء الله بس إن شاء الله الأمور سهلات مع صفقة الزحمة وصلني السراء قال لي صور الجواز وتعال وبحمد الله عديت الحدود السعودية والحين رايح الحدود الكويتية عشرة وخمس دقائق افتح بشر عب فورم جب صور معنا من هذا كله المهم إنه دخلنا أو طلعت من السعودية والحين إن شاء الله بدخل الكويت واشوفكم في الجهة الثانية ما ودي أقول لكم ميشن امبوسيبل شي خيالي مستحيل إنك تدخل الكويت اللي يقول إن الدخول أو الخروج من السعودية أو الدخول الكويت إنه سهل لا تصدقونه فاسم بلا إجراءات غير طبيعية حلصنا بالسعودية بصورة الكويت تمشي سيارة سيارة يتأكد عندك أقارب ولازم تجيب وثاق رسميا عندك أقارب في الكويت بعدين تروح العيادة وتنزل وتمسك سرع بعدين تجيب الفحص اللي سويته في السعودية بعدين تسوي فحص الكورونا عن ضريق الخشم نعم وتعبي فورم تعهد إنك تنزل الابليكيشن حق اللي هو شلونك وتقعد في البيت حضر صحي ما تطلع نهائيا ألا للضرورة بعدين تدخل على الجوازات لازم عند الجوازات تجيب ما يثبت عندك أقارب داخل الكويت بعدين تدخل خلني أعبي بنزين لإني حاولت أني أخلص قبل أن أعبي بنزين اللهم لك الحمد أخيرا نعطيها ألترا من زمان ما كلت ولا شربت الألترا 98 وصلت بشكل رسمي للكويت الحمد لله على السلامة قبل ما نكمل أسأل الله أنه يغفر له ويرحمه ويسكنه في زيح جناته والشيخ الصلاح رحمة الله عليه وشيء ثاني أسأل الله التوفيق الأمير النواف أسأل الله يعطيه الصحة والعافية ويوفقه ويسدد خطاه ووليه العهد الجديد وأكيد أكيد أنه نتمنى للكويت تكون يعني درة الخليج ورحلة دولة في الخليج طبعا أكيد قبل كل هالشي ناسها وشعبها وأهلها والحمد لله على سلامتي وعلى سلامتكم كانت رحلة صراحة مكوكية يعني تقريبا 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 700 كيلو 10 ساعات إلا ربع تقريبا متوسط استهلاك البنزين 13.5 لتر في المئة كيلو متوسط السرعة 78 عسى الله يعطينا بيناكم الصحة والعافية اتمنىكم انبسطتم معي اليوم ولا تسمع كلام الناس اللي يقول لك يا رجال روح نمور سهلات ما هي سهلات عسى الله يحفظنا بيناكم ولا تنسون شترايك سبسكرايب لايك مشاركة الحلقة للناس اللي يعزون عليكم اكزيت رايت اكزيت رايت فمان الله